اشتركوا في القناة فتحفظون فرائدي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها أنا الرب ده موجود في لوين 18 عزيز المشاهد المحافظة على وصايا الشريعة بالكامل أقول لك أمر من المستحيل بمعنى محدش يقدر يطبق كل النموس بالحرف الواحد لكن وضعت الشريعة اللي هي النموس لسببين إيه هما السببين؟ السبب الأولاني إن كل إنسان بيكتشف ضعفه واحتياجه لمخلص لأنه هو عاجز عن تنفيذ الوصايا اللي في النموس كلها ودليل على كده كلام أرمية النبي في إصحاح 13 لما قال إيه هل يغير الكوشي جلده بمعنى اللون الأسود يعني؟ هل الكوشي يغير جلده؟ أو النمر رقته؟ التنقيط اللي فيه؟ طبعا لا محدش بيعرف يغير كده يبقى خلاصة الكلام إن محدش يقدر يعمل أعمال الشريعة كلها مهما كان هذا الشخص حاجة تانية إن الشريعة اتكتبت علشان تشاور على شخص واحد هو شخص المسيح يعني عشان لما تحس بأنك مش قادر تنفذ الوصايا تبحث عن الشخص الذي يفعل كل الوصايا اللي هو المسيح عزائي الكتاب المقدس والوصايا بتهدف إلى المسيح لأنه مكتوب كده لأن غاية النموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن عايز تنفذ الشريعة بالكامل إنك تؤمن بالمسيح اللي نفذ الشريعة بالكامل بدل عنك هو البار هو البر نفسه عايز تكون بار يقبل اللي أخد مكانك وإنت أخدت مكانه هتقول لي طيب أعمل إيه؟ الإنجيل ببساطة بيقول إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك خلصت الاعتراف بالفم مش بالكلام يعني كلمتين بق يعني بل بالحياة وبالأعمال نحترف بالفم وبنحية حياة سليمة يا ريت تصلي معايا عزيز صلاة قول كده أنا بعترف قدامك أني خاطئ وحاولت بذاتي أن أنا تغير وأكون بار لكن كل مرة بكتشف أني مش قادر أرضيك وأصبح بار يا رب أنا سمعت دلوقت أن المسيح البار جه من أجل الخاطئ اللي هو أنا عشان يشيل بدل الخطيئة ويعطيني مكانه في البر يا رب أنا عايز أخد بر المسيح بإني أقبله إنه مات عن خاطئ إيايا وقام من أجل تبريري أشكرك إني باعترافي هذا أنا خلصت زي ما وعدك في الكتاب أشكرك لإنك أنت هو الحل آمين المسيح هو الحل